ويحتمل أن تكون القصة قصة العجاز يحتمل أن تكون القصة فيها فضيلة له لابن العلقمي من حيث أن كلمة المرأة وقعت في قلبه فانقطع في داره إلى أن مات وهذا ظاهره الندم والتوبة فهذه نقطة سجله ويبقى قبول توبته متوقفا على أمة التيمية وربهم الأمرد الجعد القطط برب الشاطر صاحب مليارات وتريليونات الصور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما زعم ابن كثير بأن ابن العلقمي صار في ذل وهوان وإهانة على أيدي التتار على أيدي المغول فمات في كمد وغبينة وضيق وقلة وذلة هذا الزعم من كثير يجيبه فيجيبه عليه ويكذبه ابن العلقمي نفسه ويكشف فيه الحال التي كانوا فيها ابن العلقمي ومن التهم من الشيعة من الروافض بأن ابن العلقمي يدافع عنهم إذن فيجيبه عليه ويكذبه ابن العلقمي نفسه ويكشف فيه الحال التي كانوا فيها من ذل وبؤس وانتهاك للحرمات من الدويدار والأوباش أتبع أمة التكفير والإرهاب إلى المستوى التي تكون فيه كل قبائح ومنكرات المغول أخف عليهم جدا ولا تقارن أبدا بما يقع عليهم من الدويدار ومن معه من أمة الظلال المارقة ففي الوافي بالوفيات اقتبست هذا الكلام قال الصفدي ماذا قال؟ قال ابن العلقمي الوزير في كتابه الوافي بالوفيات وصل إلى هذا الاسم ابن العلقمي الوزير يقول وقال له بعض أهل بغداد يا مولانا أنت فعلت هذا جميعه وحميت الشيعة حمية لهم وقد قتل من الأشراف الفاطميين أي من الشيعة خلق لا يحصون وارتكب من الفواحش لاحظ قتل من أشراف الشيعة خلق لا يحصون وارتكب من الفواحش من نسائهم وافتضت بناتهم الأبكار مما لا يعلمه إلا الله تعالى التفت جيدا كيف أعطى سورة واقعية أو فيها من المبالغة الكبيرة أو هو واقع الحال بما وقع على أهل بغداد التفت جيدا هذا واقع الحال الذي وصفه هذا القائل الذي وصفه أهل بغداد كل هذا الذي وقع قالوا قتل من الأشراف أنت خرجت من أجل يقول فعلت ما فعلت حمية للشيعة ومع هذا قتل من الشيعة من الشيعة خلق كثير لا يمكن إحصاؤهم وارتكب من الفواحش من نسائهم وافتضت بناتهم الأبكار مما لا يعلمه إلا الله تعالى التفت جريمة كبرى قبح وفساد إلى أدنى مستويات القبح والفساد المتصورة التفت ما هو جواب ابن العلقمين لاحظ الآن هل صارت عندك الصورة ماذا وقع على الشيعة على نساء الشيعة على أبناء الشيعة على رموز الشيعة في بغداد الشيعة الإمامية هنا الكلام عنهم وهو نفس ما وقع على باقي المذاهب على أبناء السنة لا يوجد فرق بين هذا وهذا لكن التفت إلى هذا الأمر التفت إلى ابن العلقمي ما هو موقفه ما هي إجابته يقول له فقال ابن العلقمي بعد أن قتله الدويدار ومن كان على مثل رأيه لا مبالاة بذلك إذن يقول بعد أن أنقذنا الله سبحانه وتعالى من الدويدار ومن كان على مثل الدويدار من أمة الضلالة من أمة المارقة من أمة التكفير من أمة ابن تيمية والتيمية ذاك المصاب تلك الفواحش ذاك القتل تلك القبائح التي وقعت علينا من الدويدار ومن أمة الضلالة أضعاف ما وقع من هلاق والمغول هذا لا يقارن بذلك لا يوجد مقارنة يقول ابن العلقمي بعد أن قتل الدويدار ومن كان على مثل رأيه لا مبالاة بذلك هذه جرائم المغول لا تقارن مع جرائم التيمية جرائم الدواعش نفس الحال الآن ليس الشيعة وإنما الأبناء الأعزاء من السنة هم من الآن يهاجر إلى الغرب ولا بلدان الكفر ولا بلدان الصليب إلى بلدان المسيح إلى بلدان الأوثان والأصنام يستجيرون بهم من ظلم وقبح وإرهاب الدواعش أمة التكفير أتباع التيمية وإنا لله وإنا عليه راجعون يكمل أبن كثير يقول وتولى بعده ولده الخبيث الوزارة أقول سرعان من كشف كذب وزيف وإفك كل ما ادعاه ابن كثير فها هو ولد ابن العلقمي تولى الوزارة بعد موت أبيه أي تولى الوزارة في عهد هولاكو وسلطنة هولاكو أي أن ابن العلقمي عاش وزيرا في سلطنة هولاكو ومات وزيرا وخلفه ابنه في تولي الوزارة فأين الإهانة التي لا تحد ولا توصف ويؤكد استوزار ابن العلقمي في سلطنة هولاكو ما ذكره القلقشندي صاحب كتاب مآثر الإناقة في معالم الخلافة في كتاب مآثر الإناقة في معالم الخلافة يقول القلقشندي حيث قال السابع والثلاثون من خلافاء بني العباس بالعراق المستعصم بالله يقول ودام القتل والنهب في بغداد أربعين يوما ثم نودي بالأمان طبعا كون يوم بقية وأنت خذ من ثلاثة أو أربعة أيام إلى ما شاء الله من زيادات حسب ما يرى ويقترح الكاتب أو حسب ما ينقله ودام القتل والنهب في بغداد أربعين يوما ثم نودي بالأمان وقتل الخليفة المستعصم ولم يوقف على كيفية قتله فقيل خنق أو خنق وقيل جعل في عدل أي في كيس جعل في عدل ورفس حتى مات وقيل غرق في دجلة واستبقى هولاك الوزير ابن العلقمي مدة يسيرة في الوزارة ثم قتله انتفت ماذا قال واستبقى هولاك الوزير ابن العلقمي مدة يسيرة في الوزارة ثم قتله إذن بقية في الوزارة أم لم يبقى بقية في الوزارة أقول عيب وخزي وعار على إنسان يكذب ويفتري ويدلس ويستخدم عبارات غير مؤدبة ولا أخلاقية لكن فاقد الأدب والأخلاق لا يجد في عبارات ابن كثير ولا باقي المنهج التيمي أي انحراف لأنه قد تطبع على ذلك والطبع على ذلك فلا يشعر بنفور النفس منه